هناك من لديه مرشد فكري له وهذا ما سيصل إليه بناء على هذا النهج ونحن ضد حفتر الذي يدعم من قبل جوش مدفوعة ذهبنا إلى هناك مع فرق من الجيش الوطني السوري المعارض ونازلنا مستمرين في كفاحنا في الميادين هناك طبعا هناك عدد من الشهداء قد وقعوا ولكن أولئك الشهداء بمقابلهم أيضا أوقعنا ضحايا بالمئات بمقابلهم ردا على ذلك علينا أن لا ننسى هذا إن الشهداء على تلة الشهداء وجبل الشهداء أن لا يبقى فارغا اليوم في سوريا وليبيا والشرق المتوسط وفي المنطقة بأسرها كل كفاح لم نتخلى ولم نتوانى عن تقديمه وإن توانينا ستعود علينا في المستقبل بعواقب أكثر عبءا على تركيا وقد تسبب إلى وستعود إلينا وحتى لا تعود إلينا في المستقبل بعدم استقرار وعدم استقرار أمني ولذلك نحن موجودون في جابا وموجودون في جبال جودي وفي أيضا في ينابيع إثان وفي كل الجبال قوات التركية المحمدية تكافح هناك ونحن بحمد الله بمسنسبة عالية استطعنا أن نطهر هؤلاء في الداخل والخارج وفي الداخل نحن نكافح تنظيم غولان الإقلابي الإرهابي واستطعنا أن نحقق تقدما ملحوظا بذلك بهذا المسار في كل مسافة قد قطعناها في هذه المسارات جميعها هي تشكل ربحا للمستقبل ومكسبا لمستقبل تركيا دون أن نتوانى وأن نتخذ خطوات إلى الوراء في كل هذه المسارات سنستمر في كفاحنا وبإذن الله سنصل إلى أهدافنا لما كان لألوقوف في هذا الطريق ليس هنا فقط فحسب وفي الماضي أيضا كنا موجودون في باكستان في الأيام القليلة الماضية ويوم الثلاثة سنكون في أذربيجان إن شاء الله وأيها الإخوة العزاق بالتجوال في هذه المناطق كلها سنكون لدينا موطئ قدام لتركيا وسيكون له تواجد في كل هذه المناطق كلها إن هذا الكفاح ليس سهلا نحن ندفع البدل وتقع شهداء لدينا وكثير من الصعوبات نواجهها يوما بعد يوم وكل ما نقوم به نحن نعيش في فترة ينتهك فيها القوانين الدولية ولكن كل هذا لا يجعلنا نتوانى عن دفاع عن حقوقنا وفي الأمس تحدثنا مع سيد بوتين مكالمة هاتفية وفي الصباح تحدثت مع ماركل وماركرون ومع هذه التقييمات كلها حددنا خريطة طريق نحن سنتحدث ونتباحث وسنعلم الجميع أننا متواجدون ولذلك أننا متواجدون على الطاولة كما تكون في حرب شنقالة وفي حرب الاستقلال وكما كنا في تلك المعاركة موجودون أيضا ومستمرون في هذه المعاركة وهذه المعاركة أيضا تجعل الأمال تزهر في شعوب المنطقة في أفئدة شعوب المنطقة نحن سنتخذ خطوات أكثر صرامة وأكثر حزما إن هذا الشعب بنصره الذي سيحصل عليه بإذن الله تعالى سيوجه التاريخ إلى مسار حسب مصالحه يجب علينا أن نتكون متراصين وأن نكون يقضين لذلك نقول علم واحد وشعب واحد ووطن واحد ودولة واحدة سنكون متواحدون وأيضا سنكون متراصون ونكون يقضون ونكون متأخين وكلنا سنشكل تركيا الكبرى ليكون الله في عونكم جميعا أحييكم مرة أخرى بتحية من أعماق قلبي إلى وأتمنى أن هذا الحفل تشييد الطريقة الجديدة أن يكون وسيلة خير لهذه المنطقة وشعوب هذه المنطقة وأيضا أحيي كل من أسهم في إنجاح هذا المشروع أعيد بتقديم تحية لكم بكل احترام ليكون طريقة مفتوحة ولكن علينا أن نزيد من السعي وأن نسعى أكثر مما نسعى الآن تحية طيبة مشاهدينا الكرام تابعنا إذن جزءا من كلمة جماهيرية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ولاية إزمير تحدث فيها في عدد من الموضوعات